الحاكم الظالم مبغوض لا يزال نظام السعود يتبع سياسة تغييب جثامين الشهداء بعد اغتيالهم عبر أدوات عسكرية وأمنية بدأت منذ بسط السعود سيطرتهم على البلاد سياسة وصفها مراقبون للشأن المحلي والإقليمي بأنها تحاكي سياسة الكيان الإسرائيلي في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين لا شك أن النظام السعودي بجريمته بالأمس خالف كل الموثيق الدولية اللي بتمنع التمثيل بجبل الجثامين ثم ما ورد اليوم إعلاميا عن قيام بصلب بعض هذه الجثامين هو أمر مستغرب يضاف إلى ذلك أن هناك أطفالا قد تم قطع رؤوسهم ثم هناك بعض الحالات المرضية من أصحاب الحاجات الخاصة يعني فينا نقول هناك جريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمي سواء بالتعرض للأطفال أو لبعض المعوقين أو للتمثيل أو للتمنع عن تسليم الجثامين وهذا أمر غريب عجيب لأنه في المعادثة الدولية حتى بين الجيوش المتحاربة والمتقاتلة يجب أن تسلم الجثامين للدول الأخرى فبالتالي هناك مخالفة أولى وتعتبر جريمة ضد الإنسانية ما حصل أمر مستغرب طبعا يجد غطاء له في الأمم المتحدة من سكوت الدول المتآمرة ثم من مجلس التعاون الخليجي ثم من الجامعة العربية كل ذلك يشكل غطاء السياسة المتبعة تقوم على إخفاء الجثامين ورفع منسوب الاستهداف للمعتقلين في حياتهم وبعد اغتيالهم على اختلاف الطرق المتبعة ما يدل على تخوف النظام السعودي من الصوت المطلبي في حياة الشهداء وبعد ارتقائهم جريمة قتل الشيخ النمر هي الباب لم نشهد أي اعتراض لا من أي دولة إسلامية أو عربية أو حتى من منظمة حقوق الإنسان كلهم يبكون إذا كان القتيل أو المقتول هو إنسان أوروبي تقوم الدنيا وتنار الشاشات والأبراج والقلاع أما إذا كان من الدول العالم الثالثة أو من الأنظمة الخانعة والدائرة في فلك أمريكا فبالتالي تسقط هذه الإنسانية ويتبين بشكل واضح وصادح أن كل المنظمات وكل مجالس الأمن والمعاهد هي حبر على ورق تدار من قبل مصالح الدول الكبرى ليس أكثر الشهداء مظلومون في حياتهم وبعد اغتيالهم خاصة أنه لا سقف الانتهاكات الرياض للحقوق والحريات والشرائع الدينية في السعودية يزعمون تطبيق الشريعة الإسلامية والرسول الكريم يقول لا تمثلوا فبالتالي التمثيل بالجثمان إخفاء الجثمان صلب الجثمان هو أمر منافع بالمبدأ للشريعة الإسلامية ثم هو منافع لجميع المعادات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان هذا أمر يشكل جرم جزائي يمكن لأي متضرر لو كان هناك قضاء دولي عادل لو كان وأشدد على كلمة لو كان يمكن ملاحقة هذا النظام القاتل أمام القضاء الدولي شهداء مغيبون لم تسلم حتى الجثامين إلى ذويهم أمام صمت مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية بفعل سياسة الترهيب التي يمارسها النظام السعودي لمنع تعقب وفتح ملفات الجرائم التي يرتكبها بحق الأبرياء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر